ده شكل أنطرة صغيرة فتحتين بس بيبقى لها وينج وقوصت عبرق في الأمام والمية والخلف المفروض أن ده بيبقى دايماً فيها بوابات معدنية وبتفصل البوابات دي ببيرز دي نموذج الأنطرة بسيطة جداً فتحتين كل واحدة من دولة تسميهم فنت هي زي الكباري بس بيبقى مقفولة بوابات يعني تخطي الكباري السنة اللي فاتت بدلاً ما بنسيق الماية ماشية برحيتها تحت الكبري لأحضر بنحط بوابات وبنتحكم بقى في كمية الصرف اللي هتمشي والمنسوب حسب احتياجاتنا دايماً أي طانير أي كانال بتحط على أولها أنطرة زي دي عشان تتحكم في كمية الصرف اللي هتدخل فيها أي كانال في الدنيا صغيرة وكبيرة لازم تبتجي بأنطرة فم وتنتهي بمصاب النهاية أنطرة الفم بتبقى حاجة بالشكل الدرمية جاية لنا وبنتحكم فيه عن طريق بوابات شايفين العامل اللي موجود فوق ده طبعاً الحاجات البسيطة اللي ازي دي ممكن البوابات تترفع بجنزير وحد يفهو على بقرة طبعاً الحاجات الحديثة هنشوفها بالمهاضرة تبقى كبيرة وفيه وينش وفيه غرفة للوينش المخصوص بس القناطر البسيطة بيبقى بشكلها بالشكل ده ممكن القوة تترفع يا دولي المهاضرة بتاعتنا هناخد انتوردكشن عن الديزاين اسفلس بصفة عامة بالنسبة للريجليتور كحاجة مختلفة ومديلة للهقدرات الحقدرات بتستعملها في التصرفات الصغيرة في فرق المنسيب الصغيرة لما بابا عايزة أعمل تحكم أكتر بحتاج أعمل أناطر عشان أعمل فيها بمبيط وتحكم جدد أكتر في التصرفات والمنسيب بعد ما نحنص المقدمة هندخل بقى فرحة للتصميم الهايدروليكي وأتمنى ان احنا نقدر نخلص التصميم الهايدروليكي بالنسبة لنا مهم جدا لأن التصميم الانشائي تضاي القواعد اللي هتم متعودين عليها كتا موجود بنعمل عليها تشك ونشتغل وبين كومكريت أو رينفورسي كومكريت حسب ما احنا هنشوف أو هنشتغل ما بعض بالقواعد بالتصميم الخارسانية العادية فما عندناش صعوبة في تصميم الأجزاء الخارسانية اللي في حالات التحميل بالنسبة للمية المية موجودة مش موجودة عاملة هيدروليكي ولا مش عاملة وكل ده تأثير وجود المية عليها لك كتصميم وهذا التصميم اللي هتم تستعملوها في الخارسانة أيوة السوت ملاغوش يا دكتور بعد إسا حضرتك ملاغوش؟ ملاغوش شوية ملاغوشه؟ ملاغوش شوية ملاغوش؟ ملاغوش؟ فكرة الأمطرة هنا أنا بيبقى عندي مجرمي وعايزة أدخل المياه أجي للشانيل بتاعتي هير وعايزة عندي أوف تيكينغ الشانيل يعني كانت تانية هتأخذ من التصرف بتاع المجرر الرئيسي مين كانت أنا أعلم؟ بعمل أندارة حجز هنا اللي هي دايدور جنوير بعمل أندارة حجز في الأمام عشان أتحكم في كمية بتحكم لي في المنسوب والتصرف عشان أقدر أتحكم في كمية المياه والمنازيب اللي هدفة هنا الشكل العام بتاعها الشكل العام بتاعها بيكون حاجة بالشكل ده فتحات والمياه بتطر من خلال الفتحات ده مكان البواب دي أنطرة حجز ودي أنطرة فقم اللي كنا لسه شايفين صورتها على أول سلايد أنطرت الفقم دي بتتحكم في كمية ودي بتتحكم في المنسوب اللي هتدخل هنا والمياه جاجد فمش بتتعمل قبل المنشب بتعمل بعد أوفتيكينج دي بنسميها أوفتيكينج شانل يعني قناة أخذة من المجرى الرئيسي سواء النهر بقى أو غير نهر المكون بتاع الأنطرة ده بيبقى عبارة عن فتحات بيفصل منها بيرس واللي فاتحة مقفولة بوابة بتتفتح وتتقفل حسب التصرفات اللي أنا عايزة أعملها الشكل ده هو نفسه بشكل ده هو نفسه بشكل ده هتدخيل بس أهميتها طبعاً احنا كلمنا كـ بصفة عامة من الأهمية كلها ووظفتها بتتحكم في كمية المياه بتتحكم في الـ اللي معقولة أقدر استخدمها في القياسات وممكن أكبر استخدام لها هي إن أنا أتخلص من الحلوات ده لو عادي اقترافات زيادة أقدر أتخلص من الحلوات بصورة سريعة بإني أفتح البوابات كلها أي ريديوليتر بروشيكت من أول ما بصفترة أقول أنا محتاجة ريديوليتر أعمل بالمشروع ريديوليتر في المنطقة بيمر بعدة مراحل أول حاجة إن أنا لازم أعمل ساعة قوية جداً ودقيقة جداً وأعمل تجميع لداتاً علشان أتأكد هل الموقع ده المناسب إن أنا أعمل في الريديوليتر المنشأ تقيل ما ينفعش تعمل على تربة ضعيفة منشأ بيتعرض لقبليفت عالي جداً فلازم هتوقع إن سمت الفرشة أو الفاونديش متعته كبيرة فلازم التربة تستحملها لو النهازية بتاعت التربة عالية حيبسيه بتش عندي عالية هيعمل لي مشكلة فالجزء الأوليني ده مهم جداً إن أنا أدريش كويس جداً كمهندس مدني غير بتوع بقى الأقصاد يشوفهم جدوى الأقصادية وكلام ده أنا كمهندس مدني بيهمني أعرف هل الموقع ده مناسب ألا مش مناسب حتى طبيعة المجرى النهر هل المجرى عريض هيكلفني أضطرة كبيرة ولا العرض بتاعه متوسط مش هيكلفني أضطرة غالية بعد كده بشوف أنا هحطها إزاي الأكسس بتاعها عموتي على الميل بعد كده ببطيدي أعمل أعملية تخطيط للمنشأ للمنطقة كلها وليس بعمل بقى لو هعمل قناة تحكيسي ولا هعمل هجسوس المنطقة أشوف هعمل إحتياجات بتاعتك في المنطقة بعد كده هبديدي أشوف الهيدراليك ديزاين والستركشور ديزاين ده في المكتب يعني أنا هقف في المكتب وأعمل الكلام ده أخلص الكلام ده هبديدي شوني الأعمال اللي هحفظ فيها على التقطاع بتاع المجرى في الأمام والخلف لو أنا عندي أوفتيكينج تشانل هتاخد من الأمثارة دي فهشوف الهيدراليك دور بردو هصممهم وهشوف البياسات بتاعدي لو أنا محتاجة أقس التصرف أقس المنطقة أشوف أنا أقس المحتاجات بعد ما خلص كل الكلام ده هبدي أعملية الإنشاء وبعد ما الإنشاء اللي هبدي أعمالية التجميع والسيانة دي الإنباسات العامة البروسيدور اللي بيمشي فيه أي مشروع رائي ميجا ستراكشور مش مشروع صغير بقرب كل الخطوات دي طبعا ما بيبقى الشخص واحد بيبقى مكتب أو هيئة حاجة كبيرة وبتشترك فيها بتوع المساحة وبتوع الصيل وبتوع الرأي وبتوع الميكانيكا علشان رفع البوابات ومصن البوابات وحركتها حاجات كتير جدا بيبقى مشروع فيه كل التخصصات المختلفة علشان ما أقدر نقفها في الآخر بروشيكت متجامل ده طبعا بعد ما بخلص ده كله بشوف التأثير الـ تقيم الأسر البيئي للمشروع على المنطقة قبل وبعد إنشاؤه ولازم بناخد دلوقتي في الأيام الحديثة قبل لازم بناخد فوق من الجهات الخاصة بالبيئة علشان نقول إن المشروع قد يضرش بالبيئة لو بصينا على المشاريع اللي هي دوتر في مصر أنا ما قلتش الرسم دي قبل كده لأن الحضارات في مصر مش كتيرة لكن الأناطر كتيرة جدا من أول هنا سد ومفيد دميات على بحير الدميات في عندي هنا أناطر إدفينة هنا أناطر الدلتا فرع رشيد هنا أناطر الدلتا فرع الدنياء في أناطر الزفتة اللي جانوا منها بتاع الدهتورة دي معروفة اللي هي بيقر عليها من خمسين عين عشان فيها خمسين فتحة في أناطر أسيو ديل أديموت في الجديدة في نجا حمادي وفي إسنا الجديدة وبننزل عن خزان أسوان ونورسان العيش هنزل لكم محاضرة فيها البيانات بتاعت كل حاجة من دي بتبقى سلف استضي تقرؤوها وتعرفوا كل واحدة تاريخ إنشاءها ونظامها الإنشائي والحاجات اللي تحدثت استبلت بمنشآت حديثة إن شاء الله يمكن أن نزهلكوا أخرى على بارض بس هتقرؤوها تاخدوا فكرة عن المنشآت الحكزة في مصر الكلام ده موجود بصورة أكثر تفصيلية بس بالأسماء نصيا يعني عندي إيهشة وعارفين الحمد لله عندنا منشآت تحكم لأن عندنا نهر كبير وإحنا في مصاب بالنهر فعندنا منشآت تحكم كثير على نهر كبير واضحة في راسبيدين نشوفها كويس وهنزل لكم تفاصيل كل منشآت من دول لنبسع عنهم كده تعرفوا كم هو إيه الموضوع ده دي أناطر زفتة اللي فضاه تورا آآ عند منغمر كده آآ شيء معمولة بقى لها أفضل من مئة سنة آآ التصميم كان أجنبي آآ مكتب ستشاريه أجنبي عبارة عن فتحات كل فتحة خمسة متر وخمسين فتحة على فريع دوميات على فريع دوميات آآ ده دونستريم بالطعمة والبوابات الناحية الثانية وده الوينش اللي بيبقى موجود علشان يفتح فيه فوق طريق والوينش موجود بيفتح البوابات حسب الحاجة والمشاية والعداد دي علشان لو فيه أي حد عايز يعمل سياطة يتحرك عمال أو آآ مهندسين يبقى موجود ده دونستريم بالطعمة ده ده دخل الأمام باين فيه البوابات دي أناطر اسنا جديدة آآ أسيوتي جديدة اللي لسه مفتتحة بقالها سنتين آآ ومعمولة بأحدى سرع التصميم وبوابات بوابات دائرية وفتحات كبيرة سبعتاشر متر البقحة وده اللي اول بتاعها ده هويس آآ ده اناطر ده مفيض وده الجزء الفاظل ده الشكل ده نقدر نتكلم عليه على زي آآ اي آآ دي برجل الورك المكونات بتاعته من أول الانطارة والفيش لادر والترينينج الريبر ترينينج نقدر نطبق الكلام ده على الشكل ده نعوذ مشروع متجامل ومن أدخم البشاريع اللي تنفذت كميجا ستركشور في مصر وفوقت لو حبينا نشوف المكونات في الانطارة قبل ما ندخل على التصميم طبعا هي أكبر من الانطار في التفاصيل فأنا أهم حاجة عندي بيبقى البوابة مكان البوابة هي الانطارة في فكرتها البسيطة بتشتغل كده يعني كل الانطارة عبارة عن بوابة المياه في الامستريم بمنسوب وتدخل في الدونستريم بمنسوب تاني والي حاجة بترجع منصوبها سواء هيدروليك جنب أو هيدروليك جنب ده بيتلم من خلال ايه؟ البوابة دي بتتثبت في بير ففكرة الانطارة بسيطة جدا لكن عندي الهضارة المياه بتمر من فوق الانطارة المياه بتمر من تحت البوابة يعني فكرة الريكريتور كلها أنا عندي بوابة من المياه بتحتها طيب المياه دي هتقعد ازاي؟ الريكريتور دي هتتثبت ازاي؟ بنيجي الدبير يعني بغلب وباجي اثبت هنا اعمل فتحة جروف احط فيها البوابة بتاتي واعمل لها هنا غرفة بتحق وفوق علشان اقدر اتحكم فيها اللي بتحق فيها الوينشة او بتحق هي الجنازية اللي بتشد البوابة دي يبقى بير وفيه بوابة دي فكرة الانطارة الحاجات التانية حاجات مكملة لها دا طبعا الجيب تبقى موجودة على فرشة من الخرسانة العادية او الخرسانة المسلحة حسب القصمين بداي البير بيبقى بدايته ونهايته دائرية علشان يقلل الخواقد في المدخل والخد باستفيد من وقود البيرس دي بني اعمل طريق يوصل بين الجسرين اللي موجود فيهم الانطارة طريق كبير موجود بيبقى عندي اعمال حماية زي ما قلنا موجودة في الامام الوصف عشان احمي البيت بتاع التربة من اي تأثير لسرعة المية او السكاور ما يحصلش السكاور واحنا الكلام دا خدنا قبل يعني نوهنا عليه في الهدار فلازم اعمل حماية في الامستريم والتونستريم واضح ان انا عندي فيه هنا ادمة وفيه هنا ادمة وقلنا ايه فوائد الادمات قبل كده فان دا المتونات بصفة عامة تقدر يعني طبعا اعمال الترابية فقط عندي البرمو والطريق والكلام دا دي حاجات معروفة لكن اهم حاجة الاكسس دا اسمه الاكسس اللي هو بيمر بالمركز البوابة دا الاكسس بجاه وده البير وده الفرشة ده الرسمة المبسطة وده اللي بنشتغل عليه في الدزاين الباقي مكملات لما نقول اعمل اعمل ديزاين بنعمل بقى الاعمال الحماية ومناسيب المية ومناسيب الادربة والطريق وكلام دا لكن الاساس هي فونديشن لبشة فرشة وفقيها بير والبير دا فيه مكان لحركة البوابة طبعا بيبقى في عندي وينج وولف في الامام والخلف وبيبقى عندي عباطمنت على الجسرين في النهاية وفي الوينج اللي بيشيل اسمه ليفتين ديفايس اللي هي طريقة رفع البوابات وعمل حماية والفلور طبعا دا كل دا هنصنبه دي بوابة حديثة من الخرسانة المسلحة دا شكل بوابة حديثة وفيها الشيط باينس بس نفس المكونات لما بجي يشوف المراحل تصميم الريجوليتور نفس الكلام ببتجي بالأولة جمع الداتا وبعدين أبدأ بالفاتروليج ديزاين لما يسيق معي أدخل على الستركشور ديزاين خلاص الستركشور ديزاين بطبع عليه لسيفتي كريتيريا لما بيبقى عندي لما بحادثة الهيدرولوج ديزاين بيبقى لازم عندي إليمنتري بروفايل يعني بيبقى عندي شكل دسم الأنظرة فلما بعمل استركشور ديزاين لو هي مش مسلحة الرسال معادية بتأكد بس إن القطاعات دي سيف بالنسبة للمواصفات للاحدثة للأحمال ولو هي مسلحة تشوف الحديثة التسليح المناسب لها وبصمم القطاع بتاعها يعني أنا بطبع ديزاين بوافيه بطبع منه بمقترح لشكل الأنظرة الجيوميتري بتاعها والديمنتشور ديزاين بعمل عليها استركشور ديزاين بإيني أشيك عليها وأشوف خالها تكتك تتزود لو عايزة تسليح بحترى هاتف تسليح المفروض إن أنا بعمل تقيم الأسر بيديو وبعد كده بشوف الموزة وفليل إيه الأسباب منهيار الأنظرة علشان أتلافها وبعد كده بعمل آخر حاجة ما أعملها هي تفصيل الرسال ده أنا أعمل أخلي كلام ده كله في لوح بقى أنا الكلام ده في لوح وهو ترسط شروطه بمعصفات ومؤيسة تقدرية عشان أترحى على المقاولين يبتدوا أعمال آآ يبتدوا يدفزوا نبدأ مرحلة التنفيذ فكل الحسابات بعملها بطلهم بشكل لوح وبطاعات وتفاصيل مع مؤيسة مصفة ترسط شروطه بمعصفات لحاجات اللي أنا متطلبها في المنجة ومتطلبها في درجة فئة المقاولين اللي هينفزوا إيه الحاجات المهمة اللي لازم تكون عندي قبل ما أعود على المكتب وأبتدي في تصميم إن أنا أعرف موقع الرجلية ده بالكيلومتر على طرع الرقم كذا على نهر الرقم كذا على طرع نهر الرقم كذا تربتين كيلومتري من بداية النهر أو الطرع لحد الموقع بدأها بيبقى كيلومتر وعلامة ثلاثة أربعة معشرية عند الكيلومتر رقم كذا هنعمل الأنطرة وأنا بشوف الموقع الكيلومتري ببقى محتاجة القطاع الطولي للمجرح عند الموقع الأنطرة المقترح والقطاع العرضي للأنطرة ده القطاع العرضي وبحتاجة يبقى مع القطاع الطولي عشان أنا أعرف إذا كان السلوب قد إيه بتاع البت وإذا كان في أي فرق في المناسب في الأبستريم والدونستريم أو في الريتش اللي قبلها وبعدها أنا بحتاج القطاع العرضي وبقطاع الطولي بعد كده بحتاج البيكتيس تشارج زي ما قلنا في الهدار بشوف الماكسيموم اللي هصمم عليه يا إما بقيسه يا إما بقيسه من المناطق اللي هي مسؤولة عنه لازم أحدد منسوب البيت لابل بتاع الأنطرة لأن الأنطرة ممكن تكون في فرق في المناسب بين الأبستريم والدونستريم أو على منسوب واحد فلازم أحدد المنسوب بداية المنسوب المناسب طبعاً لازم يكون عندي منسوب الكنال في الأبستريم إحنا قلناك كلم دا دا بيبان في القطاع الطولي والبيد ويتس عبو داور والروت لابستريم ودامستريم وكل ما نعسيك الماية اللي يسمى هو النور معروي المريمم السايد سلوبس الروت عرضو الدهير والسايد بوك الدهير لأن كل دا أنا مصممه كل الروت أنواع ممكن ترافيك رود أو خوشية أو عربيات خفيفة طروا أو حاجات تتكلم زراعة أو المنطقة زراعية نوع التربة علشان الأحمال طبعاً ممكن تريد كبسي للتربة الكلام دا بقوله لازم تكون طبعاً بالإضافة أن لازم المنشئ المنطقة تكون خالية من أي مناطق كسرية أو مناطق أسكرية أو كابلات دهربة أو كابلات مواسير مية علشان ما يحصلش أي دستراكشن طبعاً بسبب بسور يعني لازم باخد موافقات كتير جهات كتير أنه المنشئ ده مش هيعمل أي خسير لأي حاجة تانية منقودة في المنطقة يعني باخد موافقات كتير عسكرية وأسرية كل دول لازم أنه المشروع ما فيش هي عواقق تمنى إقامة المنطقة المشروع ما فيش أي عواقق تمنى إقامة المشروع طبعاً أنا المفروض بعد كده لو بعرف القطاع ببقى عايزة أوصل للقطاع ده نتكلم عليه ببقى عايزة أحسب الهوتر ريفلز وكل كلمات دايزة ببقى عندي بيرا وقف أبسط أشكله والمفروض الجوابة هنا ببقى يتعرف في الأبليفت أقصى هد مواقود علشان أحسب البربيليشن وحسب السيكنيس زي ما عملنا قبل كده بس المرة دي عندي كبير مش هدار زي يعني استفضل الهدار بالبير بس نفس الخطوات اللي هنعملها في رسم دايقرام وحساب الابليد الهيدروليك ديزاين بيمقسم سيرفيس وترفيو ديزاين وقصات سيرفيس وترفيو ديزاين زي ما حصل زي ما احنا قولنا بركو في البيت البسط أنا عندي فيه ما يمشي من فوق الفاونديشن وفيه ما يمشي من تحت الفاونديشن من فوق الفاونديشن عندي فيه باكوت الكيرب في عندي هيدينغ أب في عندي هيدروليك جامب في عندي انرجي لوسز في عندي سكاورد كل دا موجود في الاب سليم في السيرفيس فلو في عندي سيبيتش في عندي في عندي ابلشن في عندي ابلشن وكل دا بيتحكم في الابرون سيكنس بتاعت الابرون وطولها مسافة يقول لها وهيحتاج شيبايل ولا مش هحتاج شيبايل كل الكلام دا بيبقى في السيرفيس فلو فانا لما اشتغل لازم يبقى اوفي الاتنين دول السيرفيس فلو بيحتاج يتوفى في الاسكاور لينز بيحتاج يتوفى في الانرجي لوسز السيرفيس فلو بيحتاج يتوفى في السمك الابرون وبيحتاج يتوفى في البركوليشن لينز ان هو لو انا على فردان مش كفاية ازود ادمه او ازود شيبايل دي الحاجات اللي احنا نخرج لها انا ديتها حقها في البير فان شاء الله مش هتبقى فيها صعوبة بالنسبة لنا غير ان احنا نفتكر مع بعض تصميم الوتروي بشكل دا اللي خدناه في تلتا هنرجع عليه بسرعة ان انا عندي اللي تشاني العادية بتبقى ترابيزويدا بشكل دا والمعادلة بتاعتها معادلة مانينج والتصرف بتاعها بساوي لو انا مش معطة طيمة التصرف انا بحسب التصرف من خلال البيانات اللي معطاة بالنسبة يعني احيانا نتصرفش موجود لكن البيانات اللي قد رح سيب منها التصرف موجودة زي هاي اوتر ليبل قد رح سيب الماكسيموم بسيشارج اللي موجود ان يعدي بمعلومية القطاع بتاعك اه لما في الشانيل براس اكشن الاريا بتساوي طبعا زي ما انتو عارفين البيتا تكنال في الدبس الدبس في الدونستريم زي الميون في الديناري الدي هنا المستخدمة هي الدي دونستريم من غير الهيدنج او لما بحاول أخلي في وضع بنسمي بتاحة بتاعة الماية في الريجليتر ده الويتر وهي خلال الريجليتر عايزة أشوف طبعا التصرف في الريجليتر هو نفس التصرف في الناتشان بس أنا عايزة أحاول بقى الريا دي مدى الماية في الريجليتر بتاع الماية لا أحاولها فتحات عددهم N وعد الفتحة S وهي عمكة الماية انتو خدتوا الكلام ده لكده فاحتها الراجع علينا يا سلطرة أنا بس عايزة أأكد أنه إحنا قلنا بنا نتعامل مع الهدار التصرف اللي ماشي في الهدار المستطيلة العرض بتاعها L الطول بتاعها L والدبس بتاعها H الفرق هنا أنه أنا بتعامل مع الأناطف كأوريفس اللي دبس بتاعها طول بتاعها وهو S طول البواب الفتحة والـ H عندي هي الهد المؤثر على البوابة وإدفاع البوابة ممكن يكون E أو E يعني بنتعامل معها كأوريفس ده الفرق الجوهري بين معادلات التصرف اللي استعملناها بنعتبر إن الكيه أوريفس لكن الهدار هدار نوتش زي ما كنا بنكن قبل كده إحنا أخذنا الأوريفس والـ والـ هنا بنتبقهم في الـ بنتبق معادلة الهدار المستطيل وفي الـ بنتبق معادلة الأوريفس المستطيلة اللي طول طول الفتحة بتاعيتها هي الـ والارتفاق والارتفاق بتاعها المؤثر على الأوريفس طبعنا أصر الأوريفس الـ H اللي هي الضغطة اللي بتخلي الماية تتحرك فوق البوابة وارتفاع البوابة H أيوة والأوريفس الأوريفس ده فتحة فتحة هوليها القد الوقت وحضرتك يا دكتور فيه جهاز تاني مفتح جنب حضرتك؟ لا بس أنا ممكن أكون فتحة شاشتين ما هو ده اللي عامل السوق بيرد عندنا فيه سوق سوق طب هشوف كده شاشتين يوجدوا دهه حسنا حسنا مرح 굉장히 شوط RR يعطي حسنا ح اشتركوا في القناة 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 الهدار من هنا لها معادلة والحركة تحت البوابة من هنا دي معادلات الأوريفس الهدار معادلات الهدار دي الفكرة الأساسية تلينينا نرجع تاني عشان أنا دلوقتي من القطاع بتاع التشانيل الأصلي أنا محتاجة أن أنا أحدد العدد الفتاحات وكم بوابة وكم كل واحدة فتحيتها قد إيه وكلام ده كله فأنا بستعمل الـ D الأول يعني الـ Waterway عبارة عن إيه مجموعة المية دي قطاع المائي ده وقطاع المائي ده ده القطاع الـ Waterway بتاع الـ Regulator لكن القطاع ده ده القطاع المائي للترعة الأصلية المفروض أن التصرف اللي هيمشي في الترعة الترابيزويدل هو نفس التصرف اللي هيمشي في الفتاحات اللي عادلة فأنا بعتمد بقول أن هطلع الأول مسحة القطاع المائي وهفترض ومحتاجة أطلع بقى مساحة القطاع داخل الـ Regulator فالقطاع المائي بستعمل معادلة تمنج بالبيانات اللي عندي المفروض أن أنا عندي الـ S معروفة من القطاع الطولي الـ R ده اللي هو الـ E على V من القطاع الترابيزويدل للأصلية قدرح سيبه بسهولة الـ N المفروض معروفة للسهيل المختلفة بطلع الـ V بضرب الـ V في الـ A بتاع القطاع المائي في الدوني ستريم بطلع الـ Q معادلة القطاع المائي الفتحة اللي قلنا عليها النص المترة هي الـ H الضغط اللي فوق أعلى الفتحة اللي هيخلي الماء تتحرك الضغط بتاعها D معادلة القطاع المائي والـ C D بتاع القطاع المائي فأنا بستخدم المعادلة دي عشان أحسب التصرف اللي مار تحت البوابات مديلا عن معادلة الحضار اللي قلنا بنستخدمها آآ عشان نطلع التصرف أعلى الهضار فوق الهضار لو مش واضحة قوي هنزل لكم آآ تفصيلة آآ بـ بالأرقام بتوضح آآ زي معادلة الـ بنتبقها وازاي بنتبق المائي دكتور أيوة يا الـ دي 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 الـ الـ أيوة دي ارتفاع الفتحة أنا فتحة الفتحة قد إيه من الأرض الأرضية الأنطرة نصف متر وربع متر ده اللي بنسميه ارتفاع الأورفيس والعرض اللي هو الـ اللي هو الاسبام بتاع كل فتحة أنا عندي مثلا آآ تلاتة فتحات الفتحة أربعة متر يبقى أربعة في نصف متر ده مقاس الفتحة مش إحنا بنقول الإيفل بي برضو في الأورفيس أي أورفيس مساحة المقطع في السراعة بتسوي التصرف بتاع الأورفيس أن التصرف بتاعي هو نفس التصرف اللي ماشي في الـ والمساحة أنا بحددها هقدر منها بقى حدد الفلوسة اللي هتمشي في الأنطرة هي سرعتها مناسبة للسراعات اللي اللي بيحددها ولا لا فالإيه دي هي ارتفاع آآ البوابة يعني هي مساحة البوابة واحدة دكتور أو مساحة البوابات كلها دا كلها؟ أهي البوابة هي ده الشكل العام هو والشكل اللي إحنا شايفينه ده الشكل بتاع الأنطرة بسيطة جدا جدا آآ آآ ثلاث فتحات البير أهو متثبت فيه البوابة باللون الأسود هنا مقفولة للإخر بقى فيش مية هتعدش طب لو فتحتها شوية صغيرين الفتحة اللي هرفعها دي دي الإيه اللي موجودة في المعادل الفتحة اللي هطلع بيها في كل بار لأن أنا عب أفتحها على قد التصرف اللي أنا عايزة أمررها بالصنطي الصنطي بيديني مئات آآ 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 متر مكعب كتير لأنه كل صنطي في ارتفاع البوابة أرفعها بتديني تصرف كبير جدا حتى الارتفاع بيفرق في الصنطي فإنها دلوقتي هي مقفولة خالص لو رفعتها شوية هتبقى ده ارتفاع الفتحة القرفة اللي أنا هطلع عليها المعادلة العرض بتاعها بقى هو الاس ده الاس دي يعني البوابة موجودة هنا بعرض اس وارتفاع قد ايه قد الارتفاع اللي أنا هرفعه هنا مفيش بوابة خالص مجرد اسكتش يعني بس ده شكل البوابة ومقفولة لو مقفولة تبقى في حالة الصيانة يبقى المية كلها هنا ومفيش مية في الداونستريم لما هنتكلم عن حالات التشغيل هنتكلم فيها لكن أنا لو فتحتها فتحة صغيرة هتبتدي التصرف يمشي أحسن بقى التصرف ده ازاي شوف ارتفاع الفتحة ده قد ايه من الفلور وعرض الفتحة اللي هو اس في عدد الفتحات يديني التصرف بتاعي اللي هو نفس التصرف اللي مارك في المجرى الترابيزوي ده للأولاد واضحة ولا لسه؟ واضحة يا شباب؟ لو مش واضحة نعيد تاني يعني هو احنا هنشتغل في ثلاث محاضرات وكل حاجة مش واضحة هتوضح مع الوقت وبالأرقام يعني هنتعامل بالأرقام طيب دلوقتي أنا بعض ما صمنت أنا في هنا قلت إن التصرف بيساوي التصرف اللي هي مار نفس التصرف طيب نفس التصرف هي مار يبقى أنا عايزة منه أحسب الفلوسي أنا فردت الاس وفردت الان وتجي معروفة من الأول طب هل أنا ليه مطلق الحرية أني أختار السرعة زي ما أنا عايزة وأختار الإيريا زي ما عايزة يعني أخليها فرحة واحدة وسغيرة والسرعة تزيد جداً لأ برضو الكود بيحكمني إنه الإير متقلش عن 60% من الإير وفيه معادلة تانية أخدها بنتبق فيها إنه الفرق بين الاتنين على الإير كلية متقلش عن 50% الفلوسي في الديت الواحدة ما تبقى من اتنين لثلاثة في الاتشانل عشان اللصص ما تبقاش كبيرة وفيه في الديت تبقى في نفس الوقت من واحد متر إلى اتنين متر يعني بيحكمني الإيريا قد إيه من الإيريا الأصلية الإيريا بتاعة الاتشانل يعني دايماً الكابيتل دي هي الإير تشانل والإيه سمول دي الإيه مساحة المائية في الريجوليتور بيحكمني السرعة إنتوا خدتوا الكلام دا طبعاً في الكباري فإحنا بس بنرجع لي يبقى أنا عندي بشترط إنه الإيريا متقلش عن 60% في البي أو الإيه أخد معادلة الإيه كلها على بعضها إن البي كانال عشان محصلش كونتركشن كدير ويبقى عندي لصص في الكنتركشن إنه البي بري ريجوليتور إحنا كنا بنعمل كونتركشن في الهضار هنا إحنا بنعمل كونتركشن بالريتينين جول من الأول بالريتينين جول من الأول أو بالأباطننت لو عايزة أقلل التكلفة أدخل شوية في قاعد ترعة برضو متر من هنا ومتر من هنا وأبتدي أقسم دي كلها اختيارات أنا بعملها وبعمل تشيك عليها لو طلع الهيدنج أب مش مناسب برجع عدل التصميم وزي ما إحنا أخدنا في آخر جزء بقى في الهضار إنه أنا بصمم ما تنقلش من الخطوة إلا ما سيفها عشان ما أرجعش عادة الهيدنج خلص الهيدنج أب تأكد إنه سيف لو مش سيف قاعد عدل بقى في الفتحات وعدل في الـ في الإس والإن والفلوس دي لحد ما كله يتزبط السرعة أقللها شوية عشان الهيدنج أب يبقى مناسب الماكسيموم هيدنج أب عندي في الأناطر وده جزء ما كانش موجود عندنا في الهضارات عشرة سنتي ماكسيموم عشان برجو اللوصص متبقاش كتير فأنا بعمل تشيك وبعمل الحسابات دي ودخل على معدلة الهيدنج أب والله يجاه عشرة كان بها يبقى كويس ما كانش برجع تانية عدد الـS والإن والحاجات دي ليه بنختار الكلام ده؟ لإنه الميا وهي دخلة ما بتبقاش دخلة ستريت وشموز وموازية للأحرف كده يعني أنا عندي لو ده فتحتين وبيرة هو الميا وهي دخلة بتبقى عاملة بالشكل ده بيحسن لوصص كتيرة جدا في المنطقة دي عشان أطلع بالداونسترين بتاعي المزبوط لازم أفترض أنه فيه هيدنج أب هنا هيفقد داخل الأنطرة وعشان كده شكل البيرز والحواقت أنها تبقى قادر الإمكان دائرية ومشارب بيفرق كتير جدا في الـEfficiency أو في الهيد لوصص اللي بتحسن دكتور أيوة أيوة إبعا زندريك هو مكان البوابة بالضبط من طول البير لوشترات ولا لازم أحطه في الأول وخلاص؟ لا طبعا لوشترات وده بيبقى فيه فتحات رئيسية البوابات وفيه فتحات جانمية للـEfficiency والـEfficiency والـEfficiency لما حيب بقى في الخلاص؟ لا طبعا ده هي أساس موقع فتحات البوابات هي أساس تصميم طول البير يعني إذا ما نيجي نصمم بقى طول البير ونختاره هنلاقي إن موقع الفتحة ده بالبداية بتاع التصميم اللي قبل كده ده بعتبره زيادة ما بحسبهوش في الخرصانة وفي التحميل بحسب من أول بس الفتحات هي دي اللي بتشتغل معاك كبير يعني لا طبعا لها مواصفات طبعا لو بصينا إيه تأثير فتحة البوابة هي الفتحة اللي كنا نتكلم عليها لو الفتحة دي إيه والعرض في الاتجاه ده S اللي هو الـSpan عرض الفتحة فالمية هتدخل بالشكل ده دي بتشتغل كأرفيس أرفيس يعني فتحة دائرية فتحة مستطيلة بتخرج منها المية الفتحة دي لها قطاع ده ادفاعه والطول بتاعه هو عرض الفتحة وبيأثر عليه الضغط ده ده اللي بيخلي المية تدخل في الاتجاه ده دي علاقة الكلام ده بقى بالـ specific energy طبعا أنتو أستاذ ده بقى وهدين لسنا هيدروكس تانا اللي فتحة ده بيفرق معانا ازاي بيفرق الـ specific energy معايا مع الـ critical flow ازاي بيفرق حركة البوابة ده شكل مبسط لـ معادلة الـ الاتزان الكلي او total energy في regulator الانطارة وايه اللي بيحصل اثناء حدوث الـ hydraulic jump ايه اللي بيحصل معايا في الـ specific energy الـ Delta EG بتحصل ازاي ازاي الـ head loss بيحصل دي معادلة برنولي ودي المعادلة بطلع الـ y critical علشان هو اساسي في حساب الـ energy loss وفي رسم الـ hydraulic jump ناصر لو نلاحظا عندي نوعين من الـ hydraulic jump بس انا مش هدخل في التفاصيل انا بحدد المنطقة دي وابتدي ارسم اشتغل طول الـ hydraulic jump المعادلة العامة هنفترض كلنا ان احنا نشتغل free hydraulic jump زي ما كنا بنشتغل في الـ clear over full يعني ده free flow وبرده في الهدارات اشتغلنا free flow لان دي اللي بتديني اكتر الحالات critical بالنسبة للـ head losses سبمرجة الـ home ما بيدينيش critical case فاحنا بنشتغل على ده عشان نبقى في الـ المعادلات دي خدناها قبل كده فانا بس بنرجع عليها وبنبين الـ hydraulic jump هنا تحت البوابة ازاي بيتحول الكلام ده لـ delta i ازاي بيحصل تبديد للطافة delta i لما اتنقل من الـ المعادلات دي خدناها مجرد مراجعة بسيطة على الحاجات الـ نفس الكلام بس علاقته بـ دلوقتي انا هبتجي بقى في التصميم احنا كل اللي كان مقدمة عشان نبتجي ندخل في قطاعات التصميم ببتجي من القطاع العرضي والقطاع الطولي للمقبر المائي زي ما قلنا عشان ساطر اشوف القطاع المائي واحسب المياه هنا واحسب القطاع واعرف العرض في كل اللي هاشتغل عليه بالنسبة للأناطر فيهميني جدا القطاع العربية عشان ادخل منه على تصميم الـ وترويه دي الخطوة الرسمة جي موجودة في الكود بتاع الأناطر وأنا هنرفع لكم الكود للأناطر وكود للهدرات على الـ تايمز تايمز تقدروا ترجعوا الـ الرسمة جينا جابها هنا هو الـ كود بالعربي انا جابها الـ والـ التي نصمم عليها الكطاع هنحتاج نطلع الـ الـ و الـ هنحتاج نحسب البيانات القطاع بقلناها بالكده بعد ما حددت الـ و الـ و الـ و الـ هقول ان الـ يبقى الـ يبقى أقدر عرف الـ وأقرن كل واحدة بالحدود اللي احنا كلمنا عليه أجي الـ جيت احنا دلوقتي دخلنا كأن احنا بنصمم خطوة بخطوة البيانات دي بتبقى معروفة عندي و هذه حدود الـ بعد ما طلعتها بجيب الـ من اسمه الـ على الـ الـ اللي انا اخترتها الـ بقدر أحدد الـ 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 بقيت مظبوطة طيب يبقى الـ بتساوي الـ بتساوي على الـ هي دي اللي بتساوي NFC بعمل أنا عندي مثلا أفرد العد وأفرد الأس وأشوف والـ عندي معروفة دي موضح القطاع الماطة أشوف الـ وابتدي أعمل التشكة على الـ الـ ترايل و ايرور لحد ما اختار اسم مناسبة وبزيادة شوية يعني لو زودت المساحة بحيث الفلسطي قلت خير وبركة بس ما زودتش الفلسطي لأن أنا زبطتها أنها تكون فرنج معين لو زودتها عنها ممكن تبقى تعملي مشاكل في الـ أبو تخلي الـ أبو عندي ما يساير أنا بعمل ترايل و ايرور أولا أخذ اثنين ثلاثة طبعا ده بيتوقف أنا عندي مثلا اه اثناشر متر الـ مثلا هل بينا نبصه هنا لو أنا عندي دي مثلا اه خمستاشر متر هقول هدخل متر هنا و متر هنا بقى عندي تلاتوش اه الـ من واحد لواحد ونص العرض هشوف أنه هعمل كم بير وابليدي أختار الـ كل ما كان رقم يعني اه على قل الأقرب عشرة اه ثلاثة واثنين من عشرة مش ثلاثة وواحد ثلاثين من مية ما زل بختار الـ بختار الـ وبختار الـ وبشوف هذا الفتاحات اه بعملها ترائل وإيرو كذا مرة لحد ما أوصل انه الـ الـ البروسي سيفت والـ الـ الـ كمان معي بقت بنسبة اه في معادلة هنا بتقول في معادلة تشكت هنا على الـ الـ مالس الـ على الـ المفروض ما تقلش عن اه 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 ده الشكل العام عشان نتخيل احنا هنصمم ايه وهنبدأ التصميم التصميم ببدأ بالـ الـ 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 خلاص سيفة الـ 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 هذا الشكل العام انطرحة ديسة من الخرسانة العادية بتفاصيل الرسم بالكامل يريد نركز فيها ونحاول نتمرن عليها علشان لو عملنا احنا بنحتاج بس نرسم اكتر حاجة مهمة عندنا ان احنا نرسم القطاع ده اكتر من البلان بس نبقى عارفين ايه العلاقات ما بدأ البلان بيحدد لي عرض الفتحات وعلاقة الرودوين بالفلور بالأباطمنت بالبيرز بمناسيب المياه وهنا بيحدد لي البير والمدخل والمخرج والأعمال الحماية يعني القطعين دول مهمين جدا جدا اهم من القطاع ده بس انت المفروض بعد ما بتخلص تصميم بتعمل الكلام ده في الرسمات بيبقى دالي او كشكل وضح وبعد كده بتبتجي تخش بتشيل الأتربة كلها وبتبتجي تخش على تصميم كل جزء الواحد عملنا تشيك على الفلوسي عملنا تشيك على الاريا على الجيومتري هنا الفرده الاس في حالة الخرصانة العادية الاس على 3 الاربعة الاس اللي هي عرض الفتحة لو هي خرصانة مسلحة بتبقى من اس على 17 بنعمل تشيك على المسائل دي تبقى أقل من البي ويتشيك على الاريا اللي انا قلتلكم عليها تبقى ال اي كنال نقس ال اي رجليتر على ال اي كنال تبقى من 40% لـ 50% كل دي انا لسه بزبط في السرعة بزبط في الاريا وبزبط في الان والاس والت طبعا الشكل البير معنا بيبقى كل واحد دو تأثير في الهيد لوسز وتأثير في الهيدنج عب بس يهمني ان انا اعرف الزميل اللي كان بيسأل على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ل موسيقى نانسي قنقر نانسي قنقر من أن صلاح ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم 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 الجزء ده لحد هنا ما وصلت في وي واحد وي اثنين النقطة الكونفلكت هنا بس أنا كنت مفروض أنا عايز أحسب طول الهايدروليك جامب عشان أحدد منها الـ L-scower حقيقي تطور البيانات بتطور الهايدروليك جامب مش بالطريقة البسيطة اللي حسبناها في الهدار اللي هي ستة طول المسافة الـ L-scower بالمعادلة أنا أحسبه بالمعادلة وأحسبه برضو بـ M3 وينهتول الهايدروليك جامب عشان أعرف الـ Scower Lens NBE وأحسب الـ Energy Loss بتاعتي رغم أن الهايدروليك جامب أنا كنت بها كده بس هو إحنا برضو هنحسبها بالضبط من أول النقطة دي لحد ما تخلص الهايدروليك جامب بمعادلات الهايدروليك عشان يبقى تطبيق فعلي إذا أنت بتستعمل المعادلات الهايدروليك جامب يعني أكثر تطبيق لها عملي في الراية هو خلف البوابات أكثر من خلف الهيدروليك خلف البوابات دايما الفتحة بتبقى صغيرة فبتكبر الفلون هو يبقى Super Critical عشان يطلع Super Critical اللي يجب ما يعملها هيدروليك جامب ده تطبيق أعملي هنخله إزاي بعد كده نشوف زي كنا تحبوا تشتغلوا بضقة تحبوا تشتغلوا بالتبسيط لكن انا واجب علي ان اعرفك ازاي لو هتحسابها بالضبط وتحسابها ازاي باستخدام المعادلات اكيد انت مش تاخد اي معادلات من باب الوجهة العلمية لأ عشان تستعملها بعد كده بتبقى عندي مشكلة البيبنج نفضت اتكلمت عليها قبل كده وقلنا هنفضها بالتفصيل لو انا عندي انطرة زي دي بالشكل ده فتعرضها للبيبنج او تعرض التربة للفوران نتيجة الاكسيت جريدينت العالي الفرق بين هنا وبين هنا بيبقى كبير جدا في حالة الاناطر اكتر كمان من الهدرات ففي عندنا معادلة تتبع احد النظريات للبركوليشن اللي احنا خدناها قبل اللي احنا قلنا ان احنا عندنا كذا نظرية نظرية بلاي واللين في نظرية اسمها نظرية كشلة بتقول دي يعني شوية صعبة في التطبيق لانها بتعتمد على الامج وعلى حاجات رياضية طرق رياضية شوية معقدة لكن معادلة الاكسيت جريدينت بتايتها تقابلة للتطبيق وممكن تستخدم من غير ما نحتاج ان احنا نرسم الفلونات الاكسيت جريدينت اللي اللي بحسبه اللي انا عايزة اعراقه بيساوي الاتش ماكسيموم هيدروستاتيك بريشور على الجيل اللي هو الدونستريم قطوف ليفت اللي هي اخر جزء عندي لما بعمل ادمة احنا قلنا بنعمل ادمة او شيط بايل في الاخر علشان قطر الاكسيت جريدينت فالارتفاع بتاعها سواء الشيط بايل او قطوف هو ده دي بداي المعامل ده فكتور دبن ده على اللينس او الفلور بعد ما بحسب الفلور بقدر احسب يعني اللي هو البير بتاعي بالفرشة في الدونستريم بحسبها كلها وباخد نسبة منها في القطوف اللي في الاخر من العلاقات دي بقدر اوصل للاكسيت جريدينت اللي هيحصل من الجيومتري اللي انا فرضته وطبيعة التربة اللي موجودة عندها لو حسب طوع نوع الصير المفروض سيف اكسيت جريدينت يبقى حاجة بالشكل ده بعمل اتشكها ليه في المعادلة بطريقة بسيطة اقدر احسب من غير محتاج ارسل الفلور ده استكمال لنفس الكلام دي معادلة انطر الخيرية اللي هي عند القاهرة ده الشكل بتاها العين بعد القاهرة عند القاهرة مباشرة الانطر وكده احنا خلصنا بداية اول جزء في الهيدروليك ديزاين ان احنا عملنا الويتر وي وعملنا تشيك على الهيدنج اوب وعملنا عدد الفتحات ان شاء الله المحرك جاية يوم الثلاث هناخد فيها ازاي بقى نصمم البير طول البير مكانتين فقط دي النهارده لانه هو ده يعني اتقى الجزء في التصميم الهيدروليكي ازاي احسب ابعاده وازاي احسب الجزء الافكتف منه بدكتوب عليزن لا حسنا لا حسنا كم اه ازاي اصمم البير ازاي اختهار طوله ازاي اختار المسافه قبله ازاي اختار المسافه بعده في الفلور اه دي يعني اتقى الجزء عندنا في الهيدروليك ديزاين واتقى الجزء في الهيدروليك ديزاين لما مج hostile الس PHC بمردي حالات تحميل كتيرة جدا لو المياة هنا موجودة وهنا مش موجودة لو المياة موجودة فتحة ومش موجودة فتحة اه فهو اكتر جزء عندنا في البير الأنطارة ما كانش موجود معنا في الهدرات تقيل في الهيدروليك ديزاين وتقيل في الهيدروليك ديزاين خصوصاً لو فيه تسليح وأقدر أشوف القطاع بتاعي أنا محتاجة تسليح قد إيه في الشكل ده كمان الشكل اللي هو فيه فتحات ده مش بيبقى الشكل الحقيقي اللي بشتغل عليه في القطاع بالتصميم أنا فيه أجزاء بهملها وبيبقى عندي فيه طول فعال هو ده اللي بشتغل معايا كقطاع في الحسابات الهيدروليك ديزاين وفي الهيدروليك ديزاين كل ده شغال معايا من الأول للآخر الطول ده كله بيشتغل معايا فأنا بحدد إزاي أحدد الطول وبعد ما أحدد الطول إزاي أحدد الأبرون اللي تحته عشان أبتدي أعمل حسابات البركوليشن والأبليفت والكلام ده كله يعني إحنا خدنا نعتبر خلصنا الجزء بتاع السيرفز فلو بالهيدروليك جامب معادة السكاور لينس ما حسبناهوش ما قدناش المعادلة بتاعته يعني يعتبر كده جزء بتاع السيرفز فلو لسه هندخل بقى في السيرفز فلو وده جزء الأتقل ده بيبتدي بإني أحدد طول البير اللي هيشيري البوابة وبناء أنا على طول البير ده بحدد طول الأبرون في الأبستريم والدونستريم اللي هو الشكل ده إحنا محتاجين نحدد الطول ده إن شاء الله في المحاضرة الجاية محتاجين نحدد الطول ده والطول ده والطول ده عشان أبدأ أعمل بقى الزهيدروليك ديزاين بتاعي في السب سيرفز أشوف حالة الماكسيمم هيد بيجيني أربليفت بريشور وبركوليشن وأحسب البركوليشن أدقيه هشوف أحتاج شيء طبعاً ده هيبقى اللي سكاور بتاعي بس اللي سكاور من بعد الهيدروليك جامب الهيدروليك جامب هتتكون في المنطقة دي فأنا بشوف اللي سكاور بتاعتي قد إيه وعلاقتها بطول القرشة ده شوية محتاج تركيز أنت لسه واخد المعلومات بتاعة الأنطرة بتحاول تدخلها موفق بعد ما موفق اتملب معلومات الهدرول بسيطة فأنا مش راضي وردتش أتقل ودخل في الجزء ده لأنه عايز تركيز جداً وتبقى مسحسح كده وشارب قهوة وفي لأن المحاضرة الجاية هي أساس بتاعة وبالشيط قيل بكل كله أتمنى تكون قدرت أقدي محاضرة مخففة أدخل بيها كده أزنوا المعلومات بتاعة الريجوليتور في وسط المعلومات الهدر إن شاء الله هناخد حاجات بالأرقام المرة الجاية هنمشي بالأرقام يعني عشان تبقى حاسس بالأرقام إحنا لو فرضنا كذا هيبقى إيه وتقدر تحسي سيف والأنصيف هنبتدي ناخد زي الحل كأنه ماشي معنا وطبعا هننزل لكم صالة الأغزامبل بس لما نخلص الشرح كله إن شاء الله الشيط نزل نزلت المحابرة والشيط أول جزء في أول مطلوب اللي هو اختيار الحساب الويتروي وده سهل بس إن شاء الله يمستفى هنعمل كويز أونلاين سيكشن الجيز ياخد وقت السيكشن كله على ما يتظبط لأنه إحنا أول مرة نستخدم الكويز الأونلاين لو تبقى وقتها هنشرح الجوز الأولين اللي إحنا فتدنا النهار ضر الشيط والشيط هيتمل معنا المحار الجاية بإستانبيان أنا عامل الكويز تدريب لكم على الميترم علشان الرح بتروح وعلشان تحسب بالوقت وتعرف تماشي إيدك بسرعة في الحسابات والحيط اللي وقع منك في الكويز ترجع تأكد عليها مش عقب مني ولا تجدير ولا حاجة لأ يعني علشان ما تبقاش دخل امتحان وانت مفضوط انت تبقى دخل وانت عارف الأسئلة هتيجي شكلها إيه الوقت هتتحكم فيه هتضبط الورق بضعتك إزاي فهي مجرد تدريب وهتخذ عليه ضربات فهو تدريب وهتخذ عليه ضربات أي أسئلة شكرا لحضرك هو المتة من الحد الحضاء بس نعم المتة من الحد الحضاء بس إنتم تحنقوا إمت المتر يوم السبويل اللي بعد الجاية نعم السبويل اللي بعد الجاية هنبدأ المتر من يوم خمسة اتناشط والله لو إحنا خلصنا الحضر دزاين ممكن لو ما خلصت حتى في بلوير يعني مش هقدركم والله يعني متعاطفة معنا مش نالح ناخده ناخده السكشن نعم مش نالح ناخده في السكشن ناخده ناخده السكشن ما أنا بعد المحاضرة إن شاء الله يوم 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 أقدر أحدد بالضبط هكون عرفت الدنيا في السكشن تحت يوم السكشن مش تنزي وهقدر المهمة تأمنوني بعد الكويز يعني تقولوا لي الكويز عملته كويس المستوى كويس لحقته واعمل حسابك إنك لازم تبقى جاهز بالكالكوليتور بتاعك لأنك هتحتاج حسابك بحبش الرسم بالإيد بالفيهند لازم الرسم يبقى بمصرة وقلم مرصاص محادي شرسيم لي بالجيف مرى نفسك إنك تشتغل بسرعة يعني أنا ما بجيبش أفكار بس بجيب الامتحان يعني ما يخلكش تتلفت كده ولا تضيع وقت كده ولا تدور على الأستيك وقت كين ولا الألم الجاف كان فيه الكلام ده كله حكتك تكون جاهزة جنبك ومشتعد وقاري كويس وتبقى سريع في الإجابة والكوز دكتور تدريج ما هيبقى موضيته قد إيه عندكم ساعة ساعة يا دكتور ساعة أنا عاملة كويز ساعة عشان تتمرن إزاي تقدر لو التالبات كتيرة تزبط وقتك وتوزع وقتك على الساعة دكتور أي الكويز ده تدريب بس الكويز دراجات ولا أي لا علي ده عليه عشر درجة الكويز عشر درجات أي وعندنا كويز تاني بعد ما نخلص الأناطر ان شاء الله هاتوص بيكم في الكويز تعمل كويز بعد الأناطر وكويز وكويز على الهدرات نحن لديك كويز الهدرات